ازاي تستنسخ صوت اي حد بالذكاء الاصطناعي وبدكة عالية اوي ده تستنسخ بعض الاصوات بالشكل ده اهلا يا حلوين كيف الحال شكرا ليكم لمتابعتكم القناة ويارد تشترك وتفعل زر الجرس المدرب ده فاشل وانا لو مسدت فرقة ريال مدريد هاخد دوري ابطال افريقيا يا مساء الانوار وهيلم بيكم في قناة محمود خضر اكبر قلعة دكاء اصطناعي في مصر بصراحة نتائج الاستنسخ بقت جميلة جدا بالذكاء الاصطناعي وطبعا موضوع الاستنسخ ده كان دايما بيكون مش ببلاش دايما الناس تقول لي عايزين استنسخ صوت اقول لهم بفلوس 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 ولكن النهاردة واعتقد ان انا هجيب لك اكتر من موقع الفترة الجاية بيعمل بالذكاء الاصطناعي جايب لك موقع بيستنسخ الاصوات بدقة عالية جدا بدرجة ان هو بتحس ان هو عربي او من الحقيقة هو مش بس بينسخ الاصوات وبياخد بصمة الصوت لا ده هو كمان بيقدر ياخد كل التعبيرات بتاعت الصوت عشان يقدر يحولها لك بعد كده للصوت كويس اول يعني الميزة في الموقع انه بيستنسخ طريقة الشخص في الكلام فلو انت مهتم ازاي تستنسخ الاصوات فلازم تشوف الفيديو ده الاخر ويناد تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس ولو دي اول مرة لك في القناة فاهلا بيك في قناة محمود خد هنعلمك ازاي تستفيد من استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي المجانية والسهلة في انشاء المحتوى والربح منه ويلا بينا نبدأ الفيديو انا معكم دلوقتي على الصفحة الرئيسية لموقع الموقع استنسخ الاصوات بالذكاء الاصطناعي الموقع ده مزت انه هو بيستنسخ الصوت اللي انت عايزه وبيبدأ يخليه يتكلم الكلام اللي انت بتكتبه هطلعها ازاينا دي في الصفحة الرئيسية جايب لك بعض الامثلة للاصوات اللي ممكن تم استنسخها بالذكاء الاصطناعي تقدر تسمعها اصوات مشاهير وان في اصوات تانية ممكن تعملها وان برضو الموقع بيدعم اكتر من لغة من ضمنهم كمان اللغة العربية قائمة الاسعار بيقولك ان في نسخة مجانية تصل ان انت ممكن تعمل تلات اصوات او تستنسخ تلات اصوات وبيديك يوميا الف حرف تقدر تعملهم بمعدل متين حرف لكل يعني لكل صوت هتعملوا او لكل مقطع هتعملوا فعشان نبدأ نستخدم الموقع ده بنروح على نضغط عليه بالشكل ده هيجي قولك يعني يسجل حساب بجوجل وبعد كده تلقائيا هيربط حساب جوجل بتاعك بالموقع مجرد ما هتكمل الاجراءات التسجيل خلاص هيفتح معاك الصفحة دي وهنا في الصفحة دي بيبدأ يقولك استنسخ الاسوات اللي انت عايزها طيب حيجة حد يقول لي هنخش على الموقع ازاي هتخش من خلل الرابط اللي هتسيبه لك في وصف الفيديو او هتروح على جوجل هتكتب فيك لونر او فيك لونر هيجي لك الرابط ده اضغط عليه هيفتح معاك الصفحة الرئيسية زي ما عملنا دلوقتي وتسجل حساب في الموقع استنساخ الصوت هيكون عن طريق هنضغط على هيجي لك الصفحة دي صفحة سهلة جدا اول حاجة بيقول لك اكتب اسم الموديل اللي انت عايزه فبكتب هنا مسلا محمود اذا كنت مسلا عايز اسجل اسمي او صوتي وهاجي هنا دلوقتي هعمل دي اول طريقة انت بتسجل الصوت بتاعك من خلال اللي راكب في الجهاز او من خلال الموبايل او ايا كان فبيبدأ يسجل صوتك علشان يبدأ ينفذ لك عملية التسجيل اه او استنساخ الصوت فهضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو حاليا المفروض ان هو بيسجل اي صوت انا بقوله اي صوت انا بقوله دلوقتي هو بيتم تسجيله الهدف من ده ان هو يستنسخ اه صوتي او ياخد بصمة صوتي ويحتفظ بها بحيث بعد كده لما اجا اقول له مثلا اه زبط لي بقى اي حاجة عايزك تقولها بصوتي الزباط خارج فدي اول طريقة بعد كده هنضغط على فالمفروض ان هو دلوقتي اخد البصمة الصوت بتاعي واللي بناء عليها هنا اول ما ضغط على هيعمل لي بصمة الصوت بتاعتي وفعلا هنا هو دلوقتي عمل بصمة الصوت بتاعتي مش هنقدر نسمعها ولكن لو احنا ضغطنا عليها بالشكل ده هيحولك على صفحة يعني تحويل النص الى صوت وهنا بيجي يقولك اكتب بقى الكلام اللي انت عايزه ما تنساش ان انت مش هتقدر تضيف في المرة الواحدة اكتر من متين حرف هنكتب اي كلام مسلا بما ان انا اللي هتكلم بصوتي فانا ممكن اضيف اي حاجة باللغة الانجليزية ضفت له هنا جملة بسيطة او كده وهطلب مني ان هو دلوقتي يحاولها للصوت اختار الصيغة بتاعت طبعا افضل وبعد كده نضغط على علشان يبدو دلوقتي يعملانا الصوت هنا تحت بالشكل ده طبعا موضوع ما اخدش وقت تعالى نسمع بقى صوتي انا عارف ان هو الصوت هيبقى غريب لان انا كنت بتكلم بالراحة وفي كده وقفات في النص فهيطلع بالشكل ده شفتوا بقى يعني هو كاب كل السهوكة في الكلام وحطيها لي في البصمة بتاعتي اوكي ما علينا دي اول حاجة نقدر نحمل الصوت عن طريق النقطة تلات نقطة دول نضغط على هيقدر ان هو يحمل لك الصوت بتاعك اوكي تعالى نجرب تاني نروح على ونعمل المرة اللي فاتت كنا جبنا صوت اه بتاعنا سجلناه لكن المرة ده انا عايز اجيب صوت لحد بقى فانو كنت مجهز صوت لمحمد هنيدي فباجي بضغط هنا بقى المرة دي على المكان ده وبعد كده بروح اجيب اه الصوت بقى لازم تكون عندك مسلا مقطع صوتي مسلا لهني ده انا كنت مجهز اهو وبضيفه هنا للموقع طب ايه اللي تحت ده بيقول لك لو انت عايز تضيف صورة مسلا لمحمد هنيدي عشان تمايز الصوت بتاعك مش لازم اضغط على المفروض ان هو هيبدأ دلوقتي يعمل لي بصمة صوت او نسخ صوت محمد هنيدي اهو عمل هو نيجي هنا برضو ونكتب هنا شوية كلام بس المرات دي بقى هنكتب بالاي هكتب بالعربي ضفت كده عبارة حلوة كده حاسيت ان هي تكون بالصوت هنيدي صباح الخير يا حلوين انا سمعت انك هتنسى اخو صوتي بالذكاء الاصطناعي انا متشوق للتجربة وباشكر محمود على المجود الرائعة اهلا باشكرك يا فنان على اه ان انت قابلت ان احنا نستنسخ صوتك وبعد كان نضغط على سبيتش هيبدأ دلوقتي ان احنا نشوف صوت هنيدي هيطلع ازاي وهو بيقرأ الكلام ده اوكي مفروض دلوقتي احنا ما شفناش اي تجربة للصوت لكن هنشوفها دلوقتي من خلال الصوت صباح الخير يا حلوين انا سمعت انكم هتنسخوا صوتي بالذكاء الاصطناعي انا متشوق للتجربة وباشكر محمود على المجهود الرائع. اه الفكرة بقى ان انت لما بتجيب مسلا صوت احنا انا كنت جاي بصوت معين عايزة اسمعه لكم. هسماعك الصوت الاصلي عشان تشوف هو ازاي ادري استنسخ الطريقة بصوا كده. يعني كان اه الله ارحمه خيالي كان في الشرطة وقال لي طبعا يا محمد وبيضحك وبيضحك للا ما بيش حك وبحماس. والله ما بص قلت له ايه يا اخيالي رياضي. وكده. هاي ده كان صوت هنا دي. فاللي احنا جبناه وضفناه للموقع. فبدأ ان هو ياخد نفس طريقة الكلام. وهيقونسخ الصوت وحوله للشكل ده. تعالى نجرب كمان صوت. هنرجع تاني هنا. احنا طبعا قلنا لنا تلات اصوات فقط. هاضغط هنا وهاجل مرة ده هقول مين بقى. هنكتب هنا التالت معنا النهاردة. رضا. يا ترى رضا مين بقى هو فعلا اللي جي في بالك. رضا عبدالعيل. هنضغط على لصوت برضو كنتم جاهز له رضا عبدالعيل. هنضغط على هيبدأ دلوقتي ان هو يستنسخ صوت رضا عبدالعيل. وطبعا هنعمل مقطع آآ مميز طبعا رضا عبدالعيل. هنضغط على رضا اهو. وهنجي هنا هنكتب كلام زي ده. هنا بقى انا ضفت الكلام يعني ما يتقلش. بيقولي بقى وانا بقولك ان الاهلى هياخد كأس العالم مستريح. ولو انا دربت ريال مدريد هياخد بهلكمفيدرالية مستريح. فكلام طبعا مش منطقة خالص انه هو بيحصل. فنضغط على هنجي هنا دلوقتي ان هو يستنسخ صوت رضا عبدالعيل. وتعا نشوف بقى كابتن رضا ياهول هيه. يلا يا كابتن تفضل. وانا بقولك ان الاهلى هياخد كأس العالم مستريح. ولو انا دربت مدريد هاخد بيه الكيمفيدرالية الافريقية مستريح. طبعا هنا الكلام ما يتقلش بصراحة يعني ولكن قاله ما علينا طبعا بيبقى فيه اخطاء في الكلام هيجي واحد يقولي بس هو ارى الكلمة غلط ده بيعتمد بالي ان المواقع اللي زاديت ما بتبقاش مارنة اوه في اللغة العربية فلازم هيطلع عندها بعض الاخطاء اللي شابه دي ولكن في ناس ممكن تقدر تعالج المشاكل ديت ايا كانت الطريقة تجربة كويسة جدا ولكن فيه استفسار مهم باعيجي حد يقولي يعني احنا عم محمود مش هنعرف نعمل غير طلقة اصوات دول وخلاص ازا اعمل صوت كمان هقولك بقى تعمل ايه مسلا انا اجيت هنا على الصوت بتاعي ده ضغطت على الثلاث نقط دول جات للمربع ده قلت له ييس مساحت انا الفويس بتاعي يبقى انا عندي فرصة ان انا اعمل صوت تاني مكانه يعني انا ممكن اشيل الاصوات دي وحط غيرها اه طيب لو انا عملت الصوت تاني دلوقتي وضفته وستجيت استخدمه هيعمل معي اصوات لعن لو جيت نعمل اصوات دلوقتي تاني مش هيعمل ليه لان انا قلت لك ان انت عندك الف حرف فقط وفي كل مرة بتستهلك ايا كان العدد خلاص بتتحسب عليك متين حرف فاحنا هنطهر ان احنا بقى نستنى البكرة علشان نرجع تاني نعمل اصوات جديدة في ناس بقى بتستخدم الحاجات دي ان هي بتعمل تركيب لفيديوهات وصور وحاجات شبه كده وبتعمل فيديوهات تريندات وطبعا موضوع الاستنساخ الصوت ده كان مهم جدا برضو للناس اللي هي حابة تتكلم لغات فانت عايز تتكلم بصوتك فانا ممكن استنسخ صوتي وخلي الموقع ده ينطق اي كلام بقى بلغة مختلفة لو انا هعايز اعمل محتوى اجنبي كانت تجربة حلوة باستخدام موقع تقدر دلوقتي تدخل على الروابط اللي هتلاقيه في وصف الفيديو تجرب الموقع وتعمل فيديوهات وممكن تشارك معنا كمان فيديوهاتك عشان نشوف انت قدرت تبدع ازاي وكد بقى انا وصلت معاك لنهاية الفيديو النهاردة اعتقد ان الحلقة كانت كويسة وانا نستفيد ان احنا تعلمنا ازاي ننصخ الاصوات دلوقتي عندك الفرصة ان انت تجرب بنفسك كل روابط هتلاقيه في وصف الفيديو وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير بسمهم جدا تدوس لايك لو عجبك الفيديو وتسيب لي رايك في تعليق ولو انت مش مش تكفي قناة اشترك دلوقتي فعز الجرس علشان تشوف كل فيديوهاتنا في النهاية السلام عليكم